مع اقتراب الانتخابات البرلمانية المقبلة بدأت الكتل السياسية بتقاذف تهم الفساد فيما بينها وكشف الملفات أمام الملائي بهدف التسقيط السياسي والتملص من مسؤولية الإخفاق في إدارة المؤسسات واستشراء الفساد في مفاصل الدولة العباد الذي أكد في أكثر من مناسبة اقتراب ساعة الصفر لانطلاق معركة الفساد قد يواجه عوائق ليست بالهينا فهذه المعركة قد تفوق بصعوبتها معارك التحرير فبحسب تقارير المنظمات الأممية والدولية فإن حجم الفساد الحكومي وصل إلى نسب مرعبة وإن استمراره يهدد استقرار العملية السياسية والتي تغلغل إليها الفساد فأصبح متجذرا فيها رئيس الوزراء وحده لا يستطيع حقيقة أن يحارب الفساد لماذا؟ لأن الفساد قد توغل في المنظومة الإدارية وشخصنة المناصب ومع استمرار الأزمات التي تحيط بالانتخابات المقبلة وتفاقمها يؤكد نواب أن تأخير قانون الانتخابات أو الموازنة قد يؤجل الانتخابات القادمة الأمر الذي لا يجوز من الناحية القانونية وإذا ما حدث فإنه يعد خرقا للدستور إذا ما ذهبنا إلى تأجيل الانتخابات وفق مبدأ القوى القاهرة أو الطارئة أيضا هذا المبدأ هو غير موجود في الدستور العراقي لذلك حقيقة أي تخريجة لتأجيل الانتخابات البرلمانية يعتبر مخالفة للدستور ومخالفة للتوقيتات الزمنية وعدم احترام للمواقع الانتخابية من جانبها هددت كتلة حركة التغيير الكردية النيابية بمقاطعة العملية السياسية برمتها إذا ما أصر مجلس النواب والحكومة الاتحادية على تخفيض حصة إقليم كردستان من الموازنة في حين شددت كتال كردية أخرى على مقاطعة جلسات التصويت على الموازنة في حال لم تأخذ ملاحظاتها بالحسبان معارك محتدمة تشهدها الساحة السياسية وما بين شد وجذب وأزمات متلاحقة تواجه حكومة العباد ووعودها بالقضاء على الفساد تحديات مصيرية في حين يواجه البرلمان تحدي إقرار الموازنة وحصة الإقليم منها فضلا عن مشاريع قوانين متعثرة تمس صالحة العامة في العراق والمعارك ذاتها التي تخوضها الكتل السياسية فيما بينها قبيل كل انتخابات أصبحت اليوم داخل الكتلة الواحدة اشتركوا في القناة